بصيح بصوات عالي بعدهم بدي أصدم تمام وبشيل الأكسجين عن المريض إذا المريض ما وصرأ أكسجين لازم أنا شيل الأكسجين عن المريض هاي شغلية كتير مهمة كتير من ساعة بسدولة حتى يوصل الصادم يعني لازم هذا مثلا رجفان بطيني فهذا لابد من صدمه في حدا استخدم الصادم نجح على الصادم أو مزيل الرجفان الآلي يجب استخدام مزيل الرجفان الآلي عند توفيه مباشرة وفي حال عدم توفره يتم الاستمرار بالنعاش الفعال ريس ما يتم تأمينه بتظلوا بتمزدوا لحتى يوصل الصادم مجرد توقفكم عن التمسيد فهوني كاني ما مستتوا شيء ما استفدنا شيء فلازم يتم التمسيد حتى وصول الصادم والصادم في حال توفره إذا كان مستطب أنه يستخدم الصادم لابد من استخدامه فورا لأنه مثل ما قلنا كلما استخدم الصادم أبكر كلما كان نسبة البقية أفضل للمريض خطوات استخدام مزيل الرجفان في حدا استخدم الصادم؟ ما أحد أبدا؟ نورا؟ تمام خطوات ركزه منيح لأنه خاصة جماعة التخدير والطب البشر أكيد بك رح تستخدم الصادم فمراحل استخدام أولا قم بتشغيل مزيل الرجفان أولا من شغله اثنين قم بوضع اللصاقات على الصدر فيئة اللصاقات على الصدر على جانبي القلب تمام؟ أو إذا كان في إلوه وساري ممكن بسبب العادة ما إلوه وساري هو إلوه وساقتين على جانبي القلب بحيث أنه أنا أصدم تجي الشحنتين كهربائيتين على طرفين القلب وبالتالي تصدم العضل القلبي قم بتحليل النظم شو ما أقصد بتحليل النظم؟ أنا مجرد ما وصلت اللصاقات على جسم المريض رح يرتسم نظم المريض رح يرتسم النبض اللي عنده هذا المقصود بتحليل النظم يعني شو نبضه مثلا هذا شو عنده تسرع بطيني عنده رجفان بطيني عنده تسرع جيبي شو عنده؟ هذا المقصود بتحليل النظم عادة الليد الثاني طيب قم بتحليل النظم يجب عدم لمس المريض خلاله لانت مجرسة عن قاطع غوني وصلت الصدم للمريض لازم أنت ما تقرب على المريض لان هو ما الوصول على الصدم بكل الأحوال عندما ما تقرب على المريض ويدي حواليه ولا يكونوا قريبين على المريض اذا تتمسد cima ما يعلم شي لكن مجرد ما أنت تتحليل النظم فهولنا أنت ينبعد عن المريض وكل يدي الحواليه بالمريض اذا كانت الصدمة مصطبطة لازم هذا أيضTok رجفان بطيني فهذا لابد من صدبه. فهون مصطدم. مثلا اذا كان فعالية كهربائية او افتراق كهربائي ميكانيكي هذا غير ما بصير اصدم فبعب اصدم. فهون حسب النظم اللي عندي ايه انا بقرر اصدم او ما اصدم. فاذا كان مثلا رجفان بطيني او تسرع بطين عادي من النبض. فقم بالابتعاد عن المريض. بعد انا على المريض بصيح بصوات عالية بعدهم بدي اصدم. تمام? وبشير الاكسجين عن المريض. اذا المريض ما وسرع الاكسجين لازم انا شيل الاكسجين عن المريض. هاي شغلة مهمة كتير بننساها. مريض موصول على الاكسجين بروحوا بصدمه. غلط. اول شغلة بتبعد عن المريض وبتصيح بصوات عالي بعده بدي اصدم. الكل لازم يبعد تتأكد انه فعلا ما احدا قريب على المريض. تمام? اذا في عنا الاكسجين موصول لفم المريض يعني للطريق الهوائي مباشرة انا انزعه. واصدم. طيب قم باعطاء الصدمة الكهربائية. طبعا انت لازم لما بتصدمه انت تبعد عن المريض ما تقرب عليه. ما حتى يقرب عليه. بس شيل الاكسجين يعني شيل الدارة عن الامبو بس. لبين ما تصدم ورجاء رجعه. طيب هاي اللساقات هاي اللساقات الصادم موصولة على الجهاز موزيليرا جفان الالي. بيقرأوا النظم واساسا بيقرروا اما يعطوا صدمة او يتعبوا مثلا بالادوية او التمسيد اليدوي.